اشتركوا في القناة 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 من المادة الاولى يجب ان يتم اشباعه في احد العملاء او الزباين طلب من المادة الاولى مية خمسة وعشرين لتر فنحن عاوزين نشبع عليه الرغبة بتاعته او طلبه طيب ويحتاج انتاج اللتر الواحد من المادة الاولى الى ساعتين يعني انتاج اللتر الواحد بيحتاج الى ساعتين كما يحتاج انتاج اللتر الواحد من المادة الثانية الى ساعة واحدة يعني عندنا ايضا مادتين المادة الاولى يحتاج انتاج اللتر الواحد من المادة الاولى الى ساعتين كما يحتاج انتاج اللتر الواحد من المادة الثانية الى ساعة واحدة طيب وأن ساعة الإنتاج المتاحة للشهر القادم هي 600 ساعة هنا هذا المثال يختلف عن الأمثلة السابقة لماذا يختلف؟ لأنه أيضا أعطانا زمن مقيد يعني قلنا نحن في مشكلة تخفيض التكاليف بنستخدم علامة أكبر من أو يساوي لكن يعني هنا في الغيدين الأوائل في غيد الإنتاج وغيد العميل نحن نستخدم علامة أكبر من أو يساوي لكن في الزمن المتاح نحن نستخدم علامة أقل من أو يساوي طيب أن هدف هذه الشركة هو تحقيق المتطلبات السابقة بأقل تكلفة ولحظت أنا ذكرت لكم قلت إذا كان وجدنا كلمة تكلفة فهذه هي تخفيض التكاليف وإذا وجدنا كلمة ربح هذه هي المشكلة تعظيم أرباح فلا بد أن نفرق بين كلمة لتر وكلمة تكلفة وكلمة ربح لما تنجد كلمة تكلفة فهذه المسألة هي تخفيض التكاليف لما تنجد كلمة ربح في المسألة فهذه هي المسألة أو المشكلة تعظيم أرباح طيب علماً أن تكلفة إنتاج اللتر الواحد من المادة الأولى دينارين إنتاج اللتر الواحد من المادة الأولى دينارين بينما تكلفة إنتاج اللتر الواحد من المادة الثانية ثلاثة دينارين طيب أين دالت الهدف هنا؟ دالت الهدف أول ما تجد علما بأن تكلفة إنتاج اللتر الواحد من المادة الأولى دينارين أو دولارين أي شيء أي كان بينما تكلفة إنتاج الليتر الواحد من المادة الثانية ثلاثة دنالير طيب هنا عاوزين نحن المذيجة الأمثل عشان أو لكي نوجد للشركة حل أفضل أو نقطة تحت حل أمثل تنتج لها هذه المواد بأقل تكلفة حسب ما يعني رأت الشركة طيب ماذا نعمل نحن قلنا إذا وجبنا كلام فيوري بشكل جيد يأمن نزلناه في جدول كما عملنا في مشكلة تعظيم الأرباح أو مباشرة استخرجنا منه القيد أو دالة الهدف أولا ثم القيود وهي نعننا ثلاثة قيود ثلاثة قيود والقيود يختلف عن المتغيرات بعدين لا تلخبطوا بين المتغيرات وبين القيود القيود هذه هي الأقسام التي تمر بها المتغيرات هنا لدينا المتغيرين فقط يعني قلنا مسألة أو البرمجة الخطية نحن نستخدم الرسم البياني إذا كان عندنا متغيرين والآن نحن في هذه المسألة عندنا متغيرين اللي هو المادة الأولى والمادة الثانية يعني منتجين لكن عندنا ثلاثة أقسام الثلاثة أقسام هي يعني هنوضحها الآن إن شاء الله أو ثلاثة قيود هو قيد الإنتاج أو الإنتاجية وقيد العميل وقيد الزمن المتاح هنوضحها إن شاء الله وأيضاً هنطلع أول شيء هتخرج دالة الهدف ودالة الهدف هنا في هذا المثال اللي هي التكلفة علماً بأن تكلفة إنتاج اللتر الواحد من المادة الأولى دينارين بينما تكلفة إنتاج اللتر الواحد من المادة الثانية الأولى دينارين والثالثة الثانية ثلاثة دينارين طيب أنظروا إلى الشاشة خرجنا دالة الهدف دالة الهدف اللي هي اثنين سين واحد زايد ثلاثة سين اثنين لأنه تكلفة المادة الأولى دينارين وتكلفة المادة الثانية اللي هي ثلاثة دينارين الغيود بتاعتنا أول شيء القيد الأول اللي هو قيد طلب العميل نطلق عليه قيد طلب العميل لأنه العميل أول زبون طلب من المادتين فقط من المادة الأولى طلب منها مية وخمسين لتين فلذلك الغيود بتاعنا الأول بيكون سين واحد أكبر من أو يساوي 125 لماذا أكبر من أو يساوي؟ لأنه هنا العميل طلب يعني عاوذ أو السوق عاوذ 125 أننا ننتج ما يساوي 125 أو ننتج أكثر منه فما عاوذنا الإنتاج يقل من 125 لتل الغيود الثاني اللي هو السين واحد زايد سين اتنين أكبر من أو يساوي 350 لتل أو 350 لماذا هنا قال سين واحد وسين اتنين لأنه قال لينا انتاج الليترين نحن ما عاوزينه يقل من 350 لتر انتاج المادتين ما عاوزينه يقل من 350 لتر فلذلك نحن طلقنا للمادة الأولى اللي هي سين واحد والمادة الثانية اللي هي سين اتنين كما استخدمنا في تعظيم الأرباح المسائل الأخرى عشان ما لقبت لابد أن نستخدم سين واحد و سين اتنين نحن يمكن نستخدم X1 و X2 أو S1 و S2 كلها ماشا لكن نحن من الأول استخدمنا سين واحد و سين اتنين حتى تسهل لنا أو تكون لكم واحدة ما عاوزين نغير كل مرة نغير يعني في المتغيرات فعاوزينها تكون حاجة واحدة سين واحد و سين اتنين طيب الغيدة الثالث لأنه أنا قلت لكم هنا ستكون لدينا ثلاثة غيود الغيدة الأول هو قيدة العميل و طلب العميل والغيدة الثانية هو الانتاج المتاح اللي هو 350 لتر والغيدة الثالث اللي هو الزمن المتاح اللي هو اتنين سين واحد زايد سين اتنين أصغر من أو يساوي 600 لماذا أصغر من أو يساوي 600 لأنه أدانا زمن متاح يعني نحن عاوزين ننتج هؤلاء هذه المواد في زمن يعني 600 متر 600 ساعة في زمن 600 ساعة فقط يا إما أقل منه أو يعني يساويه يا إما ننتج إنتاجنا في زمن يساوي 600 ساعة أو أقل من 600 ساعة ففيكم واحد يسهلني لماذا أنت قلت أنا قلت في في مشكلة تخفيض التكاليف نحن نستخدم علامة أكبر من أو يساوي لماذا في القيدة نحن نستخدمنا علامة أصغر من أو يساوي لأنه ربط لنا بزمن محدد يعني ربط لنا إنتاج المادتين المادة الأولى والمادة الثانية في زمن لا يقل أو يعني حدد لنا ب600 ساعة ما عاوزين يزيد منها فربطنا هنا بزمن محدد فلا بد أن نتغير به ونستخدم فيه ما في مشكلة يعني في تخفيض التكاليف إذا كانت الطاقة الإنتاجية مشروطة نحن نستخدم علامة أصغر من أو يساوي فهذه قاعدة كانت في الأول قلنا إذا كانت في تعظيم الأرباح إذا كانت الطاقة الإنتاجية غير مشروطة نحن نستخدم علامة أصغر من أو يساوي وأيضا في تخفيض التكاليف إذا كانت الطاقة الإنتاجية غير مشروطة نستخدم علامة أكبر من أو يساوي لكن هنا أدانا قيد فيه الشرط ستمية ساعة نحن ما عاوزين نتجاوزها فلذلك نستخدم فيها علامة أصغر من أو يساوي في الغيدين الأوائل القيدة الأول قيدة طلب العميل مية خمس وعشرين لتر استخدمنا فيه علامة أكبر من أو يساوي ليش استخدمنا علامة أكبر من أو يساوي لأن العميل طلب من المادة الأولى بما يعادل مية خمس وعشرين لتر فنحن عاوزين إنتاجنا يعني إنتاجنا ما يقل عن الـ 125 لتر إنتاجنا للسوق اللي هو طالب 125 ما عاوزني يقل فعاوزنه يائما 125 أو أكبر منه يقول أكبر من أو يساوي وأيضا قالني إنتاج المادتين اللي هي سين واحد و سين اثنين أو المادة الأولى والمادة الثانية عاوزنه ما يقل عن 350 لتر فلذلك استخدمنا علامة أكبر من أو يساوي أما في الغيدة الثالث استخدمنا علامة أصغر من أو يساوي لأنه ربط علينا بزمن محدد اللي هي 600 ساعة طيب أين غيدة لاسالبية؟ غيدة لاسالبية أو غيدة السالبية أو غيدة عدمة سلبية اللي هو سين واحد و سين اثنين أكبر من أو يساوي صفر وهذه قاعدة سابتة أنا قلتها لكم في تعظيم الأرباح وفي تغفير التقاليف نحن في غيدة سالبية أو غيدة عدمة سالبية ونستخدم أكبر من أو يساوي هنا خرجنا الغيود ودالة الهدف فما هي الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها بنحول علامة المتباينات إلى يساوي وبنستخرج قيم المتغيرات من كل قيد وبعد ذلك نرسم الرسم البياني وبعدها مباشرة نعود أو نستخرج النغاط على الرسم البياني أو نحدث المنطقة بتاعة الحل ونستخرج النغطة الأمثل أو نعود هذه النقاط في دالة الهدف بعد ذلك نشوف الحل الأمثل أو النغطة اللي هي نحن من اختارها اللي هي أقل تكلفة الخطوة اللي بعدها هو شرطاً نحول المتباينات إلى معادلات ثم نوجد قيمة سين واحد وسين اثنين في كل قيد الغيدة الأول اللي هو قيد العميل سين واحد يساوي مية خمسة وعشرين فهنا ما في متغير ثاني في متغير واحد اللي هو سين واحد مية خمسة وعشرين إذا مقيمة سين واحد مية خمسة وعشرين خلاص لأن سين ما عندها معامل يعني هي معاملة هنا واحد فما يفرق معاملة قبل سين مفترض تكون واحد سين واحد فأنا قلت لكم واحد سين واحد إذا كتبناها أو لم نكتبها إذا كتبنا واحد سين واحد أو كتبنا سين واحد كل ماش فهنا سين واحد أو غيد طلب العميل اللي هو بساوي 125 إذن سين واحد قيمته 125 طيب نشوف الغيد الثاني الغيد الثاني واحد سين واحد زايد واحد سين اثنين بساوي 350 أو نقول سين واحد زايد سين اثنين بساوي 350 فمعامل سين اللي هو واحد فقلنا لما تنجي نجيب معامل أي متغير لابد أن نفرض المتغير الثاني صفر فإذا فرضنا لذات ثفر فإن واحد سين واحد بساوي 350 إذن قيمة سين واحد بساوي 350 لأن معامل سين اللي هو واحد إذا قسمنا 350 تقسيم واحد فهي ب350 إذن قيمة سين واحد اللي هي بساوي 350 وقيمة سين اثنين بساوي 350 في الغيد الثاني يعني الغيد الأول جاتنا قيمة سين واحد اللي أصل فيه متغير واحد جاتنا ب125 والغيد الثاني اللي هو واحد سين واحد زايد 1 سين 2 بيساوي 350 إذن قيمة سين 1 350 وقيمة سين 2 350 على الإحداثيات في الرسمة البيانية طيب نشوف الغيدة الثالث الغيدة الثالث اللي هو غيد الزمن المتاح 2 سين 1 زايد 1 سين 2 بيساوي 600 هنا تغيرت معامل سين هنا 2 فإنما تنجي نجيب سين 1 لابد أن نفرض لسين 2 صفر فبنقول 2 سين 1 بيساوي 600 نقسم الطرفين على 2 تقسيم 2 ب1 و600 تقسيم 2 ب300 وطوال المسألة بتاعتنا ابقى سين 1 قيمة كم 300 سين 1 غمت قيمتها 300 وقيمة سين 2 اللي هي ب600 لأنه لما تنجيب قيمة سين 2 نفرض لسين 1 صفر المعادلة بتصير 1 سين 2 بيساوي 600 ولبن نقسم الطرفين على 1 اللي هي 600 تقسيم 1 ب600 وبنقول إذن قيمة سين 1 300 وقيمة سين 2 600 على الإحداثيات في الرسم البياني هنا جمنا قيمة سين 1 اللي هي ب125 على الإحداثيات في الرسم البياني وفي الغيدة الثانية قيمة سين 1 ب350 وقيمة سين 2 ب350 على الإحداثيات في الرسم البياني والغيدة الثالث قيمة سين 1 ب300 وقيمة سين 2 ب600 فما علينا الخطوة اللي بعدها وباشرة بيقوم نرسم الرسم بتاعتنا على الرسم البياني فهذه هي الرسم البياني فعندنا المحورين المحور الصيني والمحور السادي المحور الصيني هو اللي تحت والمحور الصادي اللي تحت اللي فوق فهنا قسمنا حسب ما جاتنا في القيم تاعت قيم المتغيرات طبعا المتغير الأول جاءنا بـ 125 والمتغير الثاني اللي هو 350 و350 الغيدة الثانية والغيدة الثالث جاءنا بـ 300 و600 فلذلك الخانات بتاعتنا قسمناها إلى مئات أنا قلت لكم في المحاضرات السابقة يمكن تقسم الرسم البياني إلى 1, 2, 3, 4 أو عشرات أو مئات أي كانت فهنا قسمناه حسب ما جاتنا في القيم مئة، مئتان، ثلثمية، أربعمية، خمسمية، ستمية وأيضا الإحداث الثاني اللي هو مئة، مئتين، ثلثمية، أربعمية، خمسمية، ستمية نشوف الغيدة الأول الغيدة الأول هو طلب العميل مئة، مئة، خمسة وعشرين، سين واحد يساوي مئة، خمسة وعشرين فالغيدة الأول فيه سين واحد فقط فهل ماذا نعمل؟ كيف نرسم الغيدة الأول؟ لأنه ما أعطنا سين اثنين فطوالي مباشرة تضع يعني بعد المئة بـ 25 وتوصل الخط يعني إلى الأمام لا يتغاطع مع سين اثنين يعني ليش؟ لأنه سين اثنين أصلا ما موجود في الغيدة الأول الغيدة الأول سين فقط فتخط النقطة وتوصل المصرة خط يوازي سين اثنين يوازي الإحداث الثاني لماذا؟ لأنه أصلا موجود في سين واحد فقط ولا يوجد في سين اثنين فـ 125 خط النقطة وبالمصرة توصلها تكون زاوية قائمة مع الإحداث السيني أو سين واحد الغيدة الثانية اللي هو 350 لسين واحد 350 لسين اثنين هنا طوالي بعد 350 تخط النقطة وأيضا هنا عندنا 350 بعد 300 لأنه الغيدة الثانية لو لاحظنا اللي هو قيمته قيمة سين واحد 350 وقيمة سين اثنين 350 كما استخرجناها من قيم المتغيرات فمباشرة تقوم توصل بالمصرة تتغاطع من سين واحد تتغاطع مع سين اثنين فيه 350 طيب الغيدة الثالث الغيدة الثالث لسين واحد 350 ولسين اثنين 600 600 لسين اثنين و350 لسين واحد طوالي مباشرة اللي هي 300 300 أقصد هنا فيه خطأ مطبعي اللي هي 300 ليسين واحد كما جبناها من إذن قيمة سين واحد 300 وقيمة سين اثنين 600 فما عليك إلا أن توصل 300 مع 600 وتتغاطع مع 600 هنا وصلنا الرسم بتاعتنا طيب أين تغع منطقة الحل منطقة الحل قلنا في تعظيم الأرباح في تعظيم الأرباح بتكون المنطقة الأقرب إلى نقطة الأصل أما في في تخفيض التكاليف بتكون المنطقة الأبعد عن نقطة الأصل وهنا المشكلة بتاعتنا تخفيض تكاليف فأين تغع منطقة الحل منطقة الحل بتكون المنطقة الأبعد عن نقطة الأصل أول غيد نفسه الممثل لهذا القيد وما أعلاه لكن إحنا عندنا قيد حصرنا أو استخدمنا فيه علامة بتاعة أقل من أو يساوي اللي هو قيد الساعات العمل المتاحة لأنه ربطنا هنا بـ 600 ساعة يعني متاحة فمع هنا مفترض تكون إذا كان الغيدة الثالث ما موجود في الرسم البياني أنظروا إلى الرسم البياني إذا كان الغيدة الثالث اللي هو 300 لي 600 إذا كان ما موجود فمنطقة الحال بتكون هنا لكن هي منطقة الحال بتكون إلى الأعلى أما الغيدة الثالث حصر لنا منطقة الحال واقعة في هذا المثلث في هذا المثلث اللي هي اتحصرت فيه النقطة واحد واثنين واثلاثة ثلاثة نقاط النقطة واحد تغاطع الغيدة الثاني مع الثالث والنقطة اثنين تغاطع الغيدة الثاني مع الأول والنقطة ثلاثة تغاطع الغيدة الأول مع الثالث اللي هي اتحصرت في هذا المثلث المظلل هذه هي منطقة الحل الأمثل في السابق كانت منطقة الحل الأمثل بتكون يائماً فيها نقاط على الإحداثيات لكن هنا منطقة الحل بقت في النص في هذه الرسمة والثلاثة نقاط معناها مجهولة في السابق كنا نجيب أحد النقاط ونجد نقطة واحدة مجهولة لكن الآن عندنا هذه الثلاثة نقاط مجهولة ما معروف قيمة كم إذا كان قلنا الرسم بياني أو على الورق بياني فنحن مباشرة نوصل من النقطة واحد إلى سين خط إلى سين واحد ومن النقطة واحد إلى سين اثنين ونعرف قيمتها في سين اثنين وفي سين واحد وأيضاً النقطة واحد اللي هي 125 النقطة اثنين في سين واحد لكن في الإحداث الثاني ما معروفة كم والنقطة ثلاثة أيضاً ما معروفة اللي هي 125 لكن هنا أيضاً ما معروفة لكن هنا قنا بنعمل إيه في هذه المرحلة نشوف تغاطع الغيود ونجيب الغيود الثلاثة أو كل نقطة تتغاطع في كم غيد ونحله آنياً طيب النقطة واحد قمنا تتغاطع في الغيود الثاني والثالث الغيود الثاني والثالث نشوف الغيد الثاني والثالث ونحلهم آليا النقطة واحد هي عبارة عن تغاطع خط الغيد اثنين سين واحد زايد سين اثنين بساوي ستمية مع خط الغيد اللي هو سين واحد زايد سين اثنين بساوي تلتمائة وخمسين فنحن هنا ما علينا إلا أن نحل هذه المعدلتين آنيا ونقوم بعملية الطرح إذا كان فيها أحد المتغيرين متساويين وإذا كان ما متساويين فبنقوم بقلنا بالضرب نساوي أحد المتغيرين ونستخرج قيمة سين واحد أو سين اثنين أو إحدهما ونعوض في القيمة اللي بنجيبها في أي معادلة لكي نستخرج المتغير الثاني فنقيف عند هذه النقطة ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله عشان نواصل حل هذه المعادلات معادلة معادلة حتى نتمكن من الوقت في هذه النقطة سودعكم الله الذي لا تضيع وضيعه إلى أن نلتقي في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة